في التعاطي مع قرار الملك محمد السادس اعفاء عبدالإله بن كيران من رئاسة الحكومة وتجديد الثقة في حزبه لم يجد حزب العدلة والتنمية في المغرب أنجع من الوصفة الديمقراطية لتجاوز الإرباك وربما أيضا لإحداث نوع من التوازن مع القصر عاد الحزب إلى مؤسساته وعاقد اجتماعا استثنائيا لمجلسه الوطني أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني وإذا كان بن كيران قد توى صفحته على رأس الحكومة بالقول إن الملك عينه والملك أعفاه فالأنظار تنشد الآن إلى خلفه سعد الدين العثماني أحد القادة البارزين في الحزب والشخصية الهادئة المرنة كما يوصف في الأوساط السياسية عما إذا كان سينجح في فك عقدة تشكيل الحكومة التي استمرت أكثر من خمسة أشهر قياسا على البراجماتية التي تميز السلوك السياسية لحزب العدلة والتنمية طوال تجربته في الحكم فالأرجح أن يسعى الحزب إلى النجاح هذه المرة رغم تأكيده مرارا أن فشل بن كيران في تشكيل الحكومة يعود إلى عراقيلة واشتراطات تعجيزية وضعتها الأطراف المشاركة في المشاورات بينها حزب التجمع الوطني للأحرار بزعمة عزيز أخنوش وحزب الحركة الشعبية بقيادة محند العنصر وحيث إن كثيرا من تك الاشتراطات رفضتها أيضا الأمانة العامة لحزب العدلة والتنمية لا بن كيران شخصيا وحسب فإن السؤال يطرح عما إذا كانت مرونة العثماني ستكون كافية لتجاوز الأزمة سيتضح ذلك قريبا على الأرجح عندما يباشر الرجل مشاورات تشكيل حكومته هل يبدأ من حيث انتهى بن كيران أم يعيد الأمور إلى نقطة البداية وتكون المشاورات وفق قواعد جديدة انسجاما مع المرحلة السياسية لكن جوانب من أفق المشاورات تتحدد أيضا من خارج حزب العدلة والتنمية من شركائه المحتملين وهم أيضا خصومه هل سيتخلون عن منطق الشروط كما يقول حزب العدلة والتنمية ومنها الإصرار على إشراك الاتحاد الاشتراكي في تشكيل الحكومة ذلك إن حصل فلن يعجل بميلاد الحكومة فحسب بل سيكشف أيضا عما إذا كانت خلافات تلك الأطراف مع شخص بن كيران أم مع الحزب ذي التوجه الإسلامي ومع غالبة ما يسميه الحزب التفاعل الإيجابي مع القرار الملكي واستبعاد سيناريو العودة إلى معسكر المعارضة في هذه المرحلة على الأقل رغم تلميح بن كيراني إليها يبقى قائما خيار تشكيل الاتلاف الحاكم من الأحزاب الأربعة التي كانت تشكل الحكومة المغربية المنتهية ولايتها وهي العدالة والتنمية والتجامع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية أما تحقيق أغلبية مريحة في البرلمان فيكفي أن يلتحق بالحكومة حزب الاتحاد الدستوري